اشتركوا في القناة اولا اوجد ناتج الطرح 25 ناقص 10 ثم تحقق من صحته لدينا هنا 25 ناقص 10 5 ناقص صفح كم يساوي؟ 5 2 ناقص 1 1 اذا الناتج هو 15 والان سوف نقوم بالتحقق من صحة ناتج الطرح للتحقق من صحة الناتج سوف اقوم بجمع العددين لكي اتحقق سوف اجمع العشرة زائد الخمسة عشر صفر زائد خمسة يساوي خمسة وواحد زائد واحد يساوي خمسة وعشرون اذا الناتج هو خمسة وعشرون اذا تحققنا من صحة الناتج والان ننتقل الى التدريب الاول اوجد ناتج الطرح 58 ناقص 30 ثم تحقق من لديكم دقيقة واحدة للاجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة الى الاعلى نعم احسن توم اجابة صحيحة هيا بنا نتأكد من الاجابة معا ثمانية ناقص صفر ثمانية احسنتم خمسة ناقص ثلاثة اثنان اذا الناتج هو ثمانية وعشرون هيا بنا لنتحقق من صحة ناتج الطرح سوف نقوم بجمع الثلاثون مع الثمانية وعشرون اذا صفر زائد ثمانية يساوي ثمانية ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة والان ننتقل الى التدريب الثاني اوجد ناتج الطرح واحد واربعون ناقص ستة وعشرون ثم تحقق منه لديكم دقيقة واحدة للاجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناقص ستة وعشرون يساوي خمسة عشر وهيا بنا نتحقق من صحة ناتج الطرح ستة وعشرون زائد خمسة عشر يساوي واحد واربعون والان ننتقل الى التدريب الثالث اوجد ناتج الطرح سبعة واربعون ناقص واحد وثلاثون ثم تحقق منه لديكم دقيقة للاجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة واحد اثنان ثلاثة الى الاعلى احسن تام اجابة متميزة هيا بنا نتأكد من الاجابة سبعة واربعون ناقص واحد وثلاثون يساوي ستة عشر والان نتحقق من صحة ناتج الطرح باستعمال الجمح جمح واحد وثلاثون زائد ستة عشر والناتج هو سبعة واربعون والان ننتقل الى التدريب الرابع اوجد ناتج الطرح اثنان واربعون ناقص خمسة ثم تحقق منه لديكم دقيقتان للاجابة عن هذا السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثنان واربعون ناقص خمسة يساوي سبعة وثلاثون والان سوف نتحقق من صحة ناتج الطرح باستعمال الجمح سوف نجمع خمسة زائد سبعة وثلاثون ونحصل على العدد اثنان واربعون والان حان وقت المزيد من التدريب اريد منكم الرجوع الى كتاب الطالب صفحة مائة وسبعة وثلاثون وكتاب التمارين صفحة ثلاثة وخمسون وانتهى درسنا لهذا اليوم وانتظرونا في دروس اخرى الى اللقاء